أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال البناء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أولى تعودن في ملتنا قالها ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعبد فيها إلا أن يشاء الله ربنا وصع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بالحق ما أنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا لنكم إذا لخاصلون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاصلين فتبلى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونسحت لكم فكيف أسأعنا قوم كافرين وما أوصلنا في قرية من نبي إلا من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والزراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والزراء لعلهم يزرعون ثم بدل مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسى بالا الزراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاصرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَلِثُونَ الْأَرْغَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَهْلِهَا لَوْنَ شَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَتْبَعُوا عَلَى كُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ لَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُونَ يُؤْمِنُوا بِمَا كَزَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَونَ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَغَلَمُوا بِهَا فَانْهُرْ كَيْفَ كَانَ عَاخِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَكِئِكٌ عَلَىٰ أَنْ لَا قُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ قَدْ جِيتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاؤْصِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِينَ قَالَ إِن كُنتَ جِيْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْغَاءٌ لِلنَّاخِرِينَ قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرْعُونَ إِنَّ هَازَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْغِكُمْ فَمَاتَا تَامُرُونَ قَالُهُ أَرْجِي وَأَخَاهُ وَوْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عزيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آزل لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة في المدينة لتخرجوا منها أهلها فصوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأوجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم مجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنخم منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال المنو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك بهالهتك قال سنقتل وابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقمة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالسنين ونخص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم من دالله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتصحرنا بها لتصحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأسلنا عليهم الطوفان بل جراد بل كم لب الغفادع والدمايات مفصلات والدمايات مفصلات فاستكمروا وكانوا قوما مجرمين ولما بقى عليهم الرس قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستغعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم مالها قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم ملها وهو وفغ لكم على العالمين وإذن انجيناكم منا لفرعون يسومونكم سوى العزام يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عزيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المصدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب يرني أنقر إليك قال لم تراني ولكن انقر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبطو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألباح من كل شيء موغة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الاخرة حبطت أعمالهم هل يزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مجلاً جسداً له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا غالمين ولما سخط في أيديهم وروا أنهم قد غلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غغبان أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم ممر ربكم والقل الباح واخذ برأس أخيه يجره إلي قال ابن أم إن القوم استغعفوني وكادوا يقتلون لي فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعل لي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم